أهلاً وسهلاً بكل تنميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطال إسادات لفروض المرحلة الثانية أو الفرض الثاني للدورة الأولى لمادة اللغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي نرى نموذج للفرض رقم 2 للدورة الأولى مادة اللغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي التطبيقات الكتابية إذن نموذج على شكل PDF أدلقاه في الوصف إذن الدور إملأ الجدول حسب المطلوب عندنا مثلاً عندنا جلسة أنت اجلس أنتما اجلسا إذن أنت اجلس إذن أنتما اجلسا إذن نحن نعمل بنفس طريقة بالنسبة للأفعال الأخرى إذن سأل شنونا نقول إسأل إذن نقول إسأل إسأل بالنسبة للأنتما إسأل 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 شكرا إذن أقول أشكر إذن أش أشكر أنتما أشكرا أشكرا ركب إركب 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 أنتما إركب إركب رسم إرسم أو إرسم إرسم أنتما إرسم إذن إذن إسأل إجلس إجلسا إسأل إسألا أشكر أشكرا إركب إركب إرسم أرسم إذن بالنسبة سألنا السؤال الأول في تطبيقات كتابي ننتقل إلى السؤال الثاني ولاحظ وأنجز كما في المثال إذن رفع علي العلم رفع العلم إذن رجع الفاعل هذا ضمير مستتر يعني تقديره هو يعني هنا نقول رفع علي العلم هنا رفع العلم وهو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو غرس الفلاح الشسلات عزول الفلاح وأنقل غرس الشسلات يعني الفلاح هو ضمير مستتر إذن أمسك رجدي المقودة إذن أمسك المقودة أمسك المقودة إذن عمش السؤال الموالي أدخل كلمة بين القوسين عن كل جملة إذن عنا المدرسة جميلة يعني جملة اسمية تتكون من متداء وخبر إذن ادخل عليها أصبح المدرسة من فعل أخواتك يعني فعل ما ناقص إذن كيوقع كتلعب الدور الفعل كتدخل على المتداء وكيقول مرفوع يعني اسمها مرفوع وباليسبة الخبر كيقول منصوب إذن خبرها منصوب إذن أصبحت أصبحت المدرسة جميلة ناقص ناقص ضروري تشكل بشبه أنكم أصبحت المدرسة جميلة ناقص 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 الساحة إذن سارة الساحة كيف هي ناديفة نادي ناديفة خبر مصوب والمبسدة اللي اسمها إذن كيف هو مرفوع إذن عمش داب وحول الجملة حسب المطلوب أيتها البجعة اسمعي نصائح الببغعي هاي الطفل اسمع 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 نصائح نصائح الأستاذ نصائح الأستاذ إذن أيها الأطفال اسمعوا نصائح الأستاذ أو نصائح أمكم أو الأم إلى آخر ممكن نعملوا نصائح أيها الطفل اسمع نصائح نعملوا الأم نصائح الأم إذن اسمعوا إذن اسمع نصائح الأم أو الأستاذ اسمعوا نصائح الأم إذن هنش هذا بس سؤال الموالي أضع المفعول فيه يكون ظرف هنا أسفل أو تحت صباح يدل على المكان إذن استيقظت يوم الأحدي جلست ضل شجرة إذن استيقظت صباح يوم الأحدي جلست تحت ضل الشجرة تحت ضل الشجرة إذن استيقظت ضرف مفعول فيه ضرف مكان تحت ضل مكان إذن بهذا نكون سهلين تصحيح دل تطبيقات كتابية ونتمنى أن نكون في تكم شكرا وإلى اللقاء